انتقذت الولايات المتحدة السياسات السعودية في اليمن ودعتها إلى تخفيف الحصار الذي تفرضه عليه والسماح للمساعدات الإنسانية من الوصول إلى اليمنيين لإنقاذهم من أي كارثة إنسانية محتملة كما نددت بمموارسات جماعة الحوت المدعومة إيرانيا في انتقاد حد غير معتاد للحليف التاريخي للولايات المتحدة قال تيلرسون إنه في ضو اشتباك السعودية مع قطر وكيفية تعاملهم مع الحرب في اليمن المنخرطين فيها والوضع في لبلان فإنهم يشجعونهم على أن يكونوا أكثر حرصا وأكثر حصافة قليلا في أفعالهم ويجب أن يدرسوا الوضع في المنطقة بشكل كامل كما حذرت الولايات المتحدة حليفتها السعودية من أن الغضب في الكونغرس بسبب الوضع الإنساني في اليمن قد يحد من الدعم الأمريكي للتحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن وحثت واشنطن الرياضة على السماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كبير مضيفة بأن المناخ السياسي في أمريكا يفرض عليهم قيودا إذا لم تتخذ خطوة لتخفيف الأوضاع الإنسانية في اليمن أمريكا نددت بقمع قوات الحوثي للمعارضين السياسيين في اليمن بما في ذلك قتل الرئيس السابق علي عبدالله صالح وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في بيان إن المفاوضات السياسية ضرورية لإنهاء الصراع اليمني وإخلاء البلاد من النفوذ الخبيث للميليشيات المدعومة من إيران حسب وصفها ودعت الحكومة الأمريكية التحالف العسكرية الذي تقوده السعودية إلى تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية عبر كل موانئ اليمنية وعبر مطار صنعاء وكان وزير الخارجية الأمريكي ريكا ستيلرسون قد حث السعودية على أن تكون أكثر ترويا وتدبرا فيما يتعلق بسياستها في اليمن وقطر ولبنان وأن تفكر في عواقب أفعالها وشار إلى أن واشنطن عبرت بوضوح عن رغبتها في وصول المساعدة الإنسانية إلى اليمن دون عراقيل